قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى موسكو على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحدي من التسلح وأن هناك إشارات على أن واشنطن تفكر في استئناف المحادثات الثنائية رغم إعلان انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة كورياري دالا سارا الإيطالية اليوم اشتركوا في القناة